المرحلة الثانية التي ستتحدث عنها بشكل أكبر دكتورة عمليات من تصيرها تقريبها أنها أكبر من المسلح بيدينك المرحلة هدفة الحديثة الحياة الحياة الأولانية يستكمل بينهم غير ممتاحة وعلى ستصارة التحديثة يتجدون في مخلصتها أخرى من التحديثات المتعلقة بالسلسطين التي تم نتحكيها في المرحلة الأولان وثمان الكثير من النفعات المتعلقة في الأمرض خاصة للأمرضة الحقيقي للمتابقية المصر لأن المتابقية التحديثات لتحديث عن المسل مكتوبة من المقاطع الأمرضة الحقيقي للمتابقية المدارسة بمضارس مناويات المعلقة مصر أقرب من حالك المحولة الأسفل من زهر اللحظة على المشافة لم تكن من أجل مهمة في الفترة أو في السنبات وغير من المشافات الأخرى للهم والاستغرب من المشافات المحولة والسلامية الأسفلية، واللغة الأسفلية في العادة، تم أكثر من مزح الميداني المزح الأول من المزح المنشئات المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 والصدرات والباحثين. نظرة عامة على سوق العمل المصري. تقاس كفاء سوق العمل ببدا تحقيقه لأنصري المرونة والاستقرار. لأنه أصبح بالمرونة سهولة انتقال عمالة من منشارة أخرى أو منقطاع لآخر حسب سوق العمل بقالة الأفضل. والاستقرار المصري بالقوانين والدبراطين في توفر الحماية العادلة لحقوق العمال أصحاب العمل. ضرورنا أن نكلم عن حمال عادلة لحقوق العمال أصحاب العمل. لأن كلا الطرفين له تحفظات فيما يتعلق بإحتياجاته العربية. المؤشر سوق العام في طرف التنفسان العالم يميز الكفاءة بتوافق ثلاث أعواماً. تخصيص البواد والتفاق تسخدامها. اثنين تحفيز الأمالة بتحقيق التميز. دلاتة سود انتقال أمالة بين المؤشراتها بالقالة الأخرى. وضع سوق عمل المصري في الوضع الراهن. وكل بساطة عندي قطاع عام وقطاع حجوم آمي في التوظيف. وبالتالي مفترض أن يكون في قطاعات بديلة تستويق قوة العمل الناشئة. قوة العمل الناشئة شاهدت زيادة الفعالة الأمورية من 18-14. في وصل الدرس الدرس الدرسية في المهام الديجمال لطوط العمل في مصر. مديجمال السكان العفور. وفي المقابل الطاقة الاستيعامية للقطاع حجوم آمي في مصر. مش بنفس أنا القادر من الزيادة. وعندي قطاع غياس كبير جداً بيرضب على أداة سوق العمل في مصر. من موقع القطاع غياس مزياد نسبة البطارة من الشباب يعتز الضعف في أداة سوق العمل في مصر. في مصر في مغشرة كفاءة سوق العمل ومغشرته الفرعية عندها المراحوزات التالية. لأوصر الفرعي الخاص بالأجل والإنتاجية وربط الأجل من الإنتاجية مرتبتنا فيه 126. وبالتالي فيه إشتالية عن إينا محتاجة بفر. الدستور رفقاً لمقانون العمل بيمنح المرأة حقوق مساوية للرجال. لأن الأرقام على أرض الواقع بتقول أن المغشرة عندي في الجزرية دي متدانية. أفضل مغشرة ومغشرة الاعتماد على الإدارة المهنية. ولما نتكلم عن الإدارة المهنية مش مكلم عن الإدارة داعي الشركات. لكن ما تكلم عن الإدارة لمنظوم السوق العمل. وفي الآخر تحت الوصف مرتبة 101 في المغشرة الفرعي للاحتفاظ بالكفاءات وجاسب الكفاءات الخارجية. هذه كلها أشكريات محتاجة بأننا نحن نفكر فيها فقط. قانون العمل لا يزال هناك تباين محميل رؤية أصحاب الأعمال. رؤية الأعمال في هذا القانون. أصحاب الأعمال دايما بيشتكوا من الرجالة بتاعت القانون. من الجنود التي اقتنوا في مسألة هايرالفاير. مسألة تعيدة عمالوة أصحاب الأعمال. لأصحاب الأعمال يزدني من خلال هيت هانتين. وأقل شكل من أشكال الغراءات من المنافسة. العمال بيشتكوا أن معظم التشغيل بيتم بشكل غير رسمي. لأن صاحب الأعمال الخلايف من التعبوضات. حال إنهاء عقد العمل لأسباب غير النصوص على في القانون. الأعمال بيشتكوا. أو عندهم متحفظ على بعض العبارات المطاطة في مسؤولة القانون العمل. فيما يتعمل بإجراءات وصل العمل. ومنها مثلا الموضوع. اتباع السوق الطويم. وينفظ على قانون العمل. يقولون إن دي حاجة جرمة نوسم. وممكن تتلعب بهم. الجزء الثاني. حسد الأعمال في الأرباح. مصودة مشروقة ما أعمل مطروح قليل. حدث نسبة من جمال الأرباح. بعيد لقرم الشركات بيكون نسبة بين صفل أرباح الموزعة. دي إشكالية محتاجة نظرة. الفجور مفيش ربط بين الفجور والإنتاج. ولا مالعمل ده. المتبس الطوام من الفجور لفترة طويلة في السلين اللي مضت. مش طويل بس على مسألة الحاد الأدنى بالفجور. لكن ما أعمليش براسات تكون لي كيف ينكرروا تدعك بالفجور. الجزء الثاني. الجزء الأخرى صندوق تمويل التدريب. وأنا وأختي لفقدان الأستاذة سامي أيوه. وكيل وزارة المزارة القوى العاملية. كنا شوفنا وطلعنا على التجربة المغربية. في إدارة صندوق تمويل التدريب. طبعا. السابع يوم موجودة لمزارة القوى العامل تجرب. الصندوق تمويل التدريب المصري. إذا ما قررته صندوق تمويل التدريب. في نموذة مثل نموذة المغريبي. والإنفورزن بتعفت طاعة الشاسيناك. وعمل التلاصات التدعائية للترينيج نينز اساسمنت. على مستوى الشركة وعلى مستوى القطاع. على مستوى الناشنال. هناك فرد كبير جدا في الفداد. مرجلاته ليسا فقط. إلى إن أنا أغير القانون وخليه عادة. وخلي واحد فنية على الأجر المدفوع تأمينيا. أو الأجر المؤمن عليه. بدل ما بخليها نصفة أربعة. مش هي لقطة الخلافة الوحيدة. إنما طريق جدارة الصندوق. وهو أهم من فكرة إن أحسنها على صفة الرجل. وإن أحسنها على البيرول بتاع الأعمال. الخدمات التشغيل. العمال بيعترضوا على فكرة إنه لونشيء. شركات تبدعين هنا. وده شيء غريب. لإنه إحنا محتاجين خدمات. محتاجين خدمات تشبيك. ما بين الأعرض وإطلاق السؤال الأعمال. في نفس الوقت. العمال بيعترضوا على تقييز حق الإنتراب في القانون. وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال. بيشتغلوا في سوق صديقة صعبة. الوضع الحالي لايتحمل. مزيد من العملية الإنتاجية. محتاجين لهدى بعض الوقت. عشان نقدر ناجي ثمار الإنتاجية. ونشرك العمال في هذه الثمار. السوق العمل. واساسات الاستثمار. مختصار بادئ جدا. قانون الاستثمار. كان صدق بوضعه الأخير. حدد مزالة واضحة. للإنتمسيز. والإنتمسيز. يعني الطاعات المستلكة للطاقة. للدارة الخمسين في البقاء خاصة. الطاعات كفيفة للتكنولوجيا. ده لها خصومات وإعفاد مبروكي واحدة. لكن. الانتنسب ليبر اندسترز. مرأة على استحيادها. وما حددش فيها مزالة وحدد. نأمل. إنه يكون ده متدارك في. انه يتدارك في. اقتنون خاص بالصناعات سبيرة ومتوسطة. لازم ننص على الحوافز ومزال. لصناعات كثيفة. لتستخدام الأعلام. السياسات سوق العمل النشطة. والغير نشطة. بنقول على السياسات سوق العمل الغير نشطة. اللي هي. مسألة تعويض. التأمين البطالة. المتقاعدين عن عمل. في فترات انتقاط. وفترات. الانتقاط من الموزيفة إلى أخرى. وده قد لا تسمح في الظروف الاقتصادية. في اقتصاديات زي اقتصادياتنا. وبينحلقكم على صاحب العمل. من خلال سيفر. من خلال المدفقة اللي بيديها. وتعويض اللي بديها. في حال انهاء. بالأقود. ربما يكون في نمازة أخرى. للدفمين التشاركي. لازم ننظر. في آليات. تسمح ان انا. توفر شكل تشكال. بس. سلسات سوق العمل. الغير مشكلة. سلسات سوق العمل النشطة. هي الأهم. لان هذه المعنية بالتدريب. وتطول التعليم. والمعنية بال. أو روابط سوق العمل. ولأسف البادر. معظم الببود اللي بتتم فيها. هي وقود. مفيش فيه سينيرجي. طب انا اقوم بعضها. ولها وقود كلهم. بيقوم. واتكبر. وقود محمودة. لكن كلهم. فيما يخصوا. دون وقود استراتيجية. تحكم. مسألة سلسات سوق العمل. المشطة. وذلك هنا محتاجين. شكلة من اشكال السينيرجي. ويقوم. ويقوم. تعليق الفاتمة تدريب المين. وسوق العمل. في روجالة. وعلى المفتي. ومالك في المدينة. في المدينة الدكتور احمد الديوشي. والله محمد الحلواني. انا مش هخوض في تفاصيل كتير. لكن. في موبيلاليزيشن. في حالة من التعبادة. الكبيرة جدا. لانتشهدها. وزارة التعليم. في وجود الدكتور احمد الديوشي. ومعها اللي هو محمد الحلواني. هناك العديد. من محاولة التطوير. لوفاة تحتاجات سوق العمل. على مستوى. التأسيس. والتبسط. على التخصصات. حيث بحاجة سوق العمل. والتخصصات كده. بيتفتر. في محافظات معينة. بغلط خدمة أهداف النوائية. زي. واللوجيستيكس. والنوب الألج. على مستوى. التدريب. على مستوى. منظومة المناهج. النوعية. والبراحية المتخصصة. اللي هناك. توجه استراتيجي. لأن كل المناهج فيه. تتحاول إلى نظام المناهج. المربوطة. بالتشارط مع السماح. والدكتور أحمد البيوشي. ونسب ما بين المشاريع القائمة. سواء. أو. عشان تتحط منهجية. للسياغة. وتتحاول. عشان يبقى فيه. أكثر من قطاع الخاص. مع الدكتور العليم. لتحديد الجدارات المفتقدة. التي تحتاجها المناهج. في مجهودات على المستوى. الأعداد المدرسين. والمدربين. من خطاة الكاتبية المعلم. ومن خطاة إجساد المدرسين. دورات في المهارات الحياتية. والأنتربرنورشل. والكارير جايدون. عشان تقدروا انجيله ده. للدارسين والطلبة. ومن خطاة السلسات والحركات المساسي. الوزارة أيضا بتحاول انها. تزود من تقربة التعليم المستوى. وعندها تصل إلى 50% من المدارس. كمدارس تعليم المستوى. ومن خطاة المحددة. ومتدني النظر المجتمعية. عمل بهم في الفني. والدفاوط في الدفاوط الأكترافية والنمائية. وضعف نص من التقديم والمدابعة والحوافز. والإحتاج إلى الترابط من التعليم الفني. والتبريب المالي. لازال كل واحد ماشي في دومين. مختلف. ومحتاجين أنها مثل جميل غطائين. أحتاج إلى التفاوط. توزيع المدارس. ومراكز التدريب وفقة للعمل الأكترافية. بحتياجات الصناعة. وده بيشهد من الوزارة فتح مدارس النهاردة. في أماكن جديدة. وفي قرم الدكتور ده نحن نبدوش في هذا الاتجاه. التدريب المهني. في مصر. لازمنا أن نتشكلت من الفراجمنتش. عندي مرسسات كتيرة بعناية بسياسات. التدريب المهني في مصر. مفيش جاعة حكيمة. مفيش استراتيجية واحدة. مفيش فانانشو بلان واحدة. إلا أنه عندي كيانات محددة عشان في تقرر من المختلف الجهات البحثية. بتتكلم على أنه الوزارات الحاكمة للتدريب المصري. التدريب الميلي في مصر تزينها على 25 مزارات. الكلامنا مبادئ في حد اقترر. أنا عندي وزارات حسبت على التدريب المهني عفوية. يعني إن كان حاصل إن وزارة الأوقاف خالد فاند في وقت من الدوقات المشروع خالي في منطقها. وصاحب الفاند ده كانت أمير خلافه. هل أنا عايزة مشتقنا مسجد مركز تدريب لخدمة التكوين المهني في المطقة. محتاجش حدابة للموزارة الأوقاف في وزارة من الوزارات البحثية للتدريب في مصر. ولذلك لو دورت على الموزارات الرئيسية التي تقدم خدمة تدريب لسوق العرب بشكل مباشر. يمكنني الإشارة إلى ثلاثة وزارة التجارة الصناعية لأنها تنبق مؤسسة قوية تنبق خدارة قوية هي مصحة الكفاءة الدريبية يتبعها أربعة ربعين مركز لدريب. وبتشتغل معها في أبردتشون أو التنماز الصناعية بدخلها بلي دمان تلاف كريب ليعطوش هذا معادة من التعليم الفاني كل سنة. وبالتالي ما أقدرش الدكتورة جيمة بتصحح على الرقم 13 أبن. النهاردة ما أقدرش أساوي أبداً. هاي كذلك اسمع الكفات التجارة بمركزين بانكوكين في وزارة أخرى التدريب. شرقه بالنسبة للمراسة التابعة للشؤون الاجتماعيين. المعظمة تابعة لجمعيات تنمية مجتمع المعظمة. ما لكم مش مفاعلة. ففي وزارات محسوبة علينا في التدريب لكن متفاعل مش المفترض أنها يكون تربطت بعملية المسلحة. وزارة زي وزارة الإسكالوت تعمل عندها تواهر. برضو مش تلك عندها الثلاث ملاكز تتخرج عن المزدود. وعندها ملاكز تدريب مجهزة مساحات جيدة جداً. وزارة القاعد عندها ملاكز تكوين بهني في وزارة وحدات تدريب متنقلة. مطلوب ان احنا نفعل هذه البراكزه. وللقطاع الخاص احمد بيه. احمد بيه فكري. للقطاع الخاص دور مهم جداً. في بتاع براكز التدريب. الملاحظة ايضاً في ما تعالى بالتدريب الماني ان المساهمات القطاع الخاص. في انشاء وإدارة براكز التدريب ماني بحكم ده جداً. انا عندي ثلاث منازل في مصر كلها. عندي بتنبسكو. وعندي ناس اكاديمي في ستة اكتوبر. وعندي رفيتك اللي انشأتها جمعية رجال اعمل سكندريا وغيت معنا. في معادة ذلك. مراكز التدريب اللي بتقدم حكم المقدمع ككون من القطاع الخاص محدودة كداً. في بعض مراكز التدريب تدريب تدريب الشركات لتتدريب معمال الشكلة بسوق. لكن لسوق الاعمل للأسف القطاع الخاص لسه لم يتم تحفيزه. على السلسمر فيه قطاع التدريب للمهنة. هناك تفسيات رئيسية من التحليل اللي قلناها لحضاراتكم ده. ان احنا عايزين تجارب حوار بين الشركات اللي بتدريب شأن القانون العالم. القانون يحتاجين واخره لانه من القوانين المهمة جداً في مسألة قوانين السلسمر في المصر. مشروع قانون موحد التعليم الفاني والتدريب المهني. وان تعثر فالإصلاحات اللي بيستهدفها الدكتور احمد في القانون 139. وقانون واحد التدريب موازي للإصلاحات اللي امتمة في قانون التعليم. ده عن رؤيته ذات التعليم الفاني والتدريب المهنة اللي تسوق بنظام القادرات المهنية. وده زي ما قلنا مع تجي اللجان نوعية من القطاع الخاص تحدد الجبارات. يعني عشان نقدر ننتهي من تطوير هذه المهنة. الرابط المؤسس التعليم الفاني والتدريب المهنة بمشآت القطاع الخاص من خلال قطر مؤسسين. في يوم من الآياء كان عندي الشراكات انشأها. انشأت إلى مشروعاتي بتواني بكتور حسام. انشأ شراكات قطاعية. وبسرعة اهدرت هذه الشراكات. وكان بإطار مؤسسي تربط القطاع الخاص بالتعليم الفاني والتدريب المهني. لكن تم إهدارها بغرابة. وكأنها لا يستسر فيها هذا الكامل من الخبرات والموالد. تطوير نظام الاختبارات لطلب التعليم الفاني. وتعظيم نسب الدراجات التقييم الخاصة بالمهنات العملية أو استولوكية. مقابل تلك المخصصة لنعرف نظرها. تعزيز التأسوسية والمهنية لدى كوادر المعليمين والمدارلين بالتعليم الفاني. ورصد الموارد اللازمة لتدريب تلك الكوادر وتحفيز المتميزين منهم. هنا على مستوى المخرجات العملية التعليمية. التعليم الفاني نتوسع في نظام التعليم المزدور. مصالع لازم تفتح درها عشان تقدر تحقق المزاهم المستهدفين. وندخل التعليم المزدور في المدارس الخمس سنين. ما تقتصرش بس عن مدارس التلات سنين. تطبيل نظام المناهجة الدراسية اللي تتضمن تدريباً تأحيلين لمدة عام بإحدى المنشهات الرسمية. والحصول على دورات الدربيب المنشهة. تتعادل بطبيعات الشرطة في الشرطة والحصول على الشهادة النهاية. زي النظام الألمائي. ألمان الحاردة بيعطي فترة طويرة جوه المزدور. الدكتور حساملس بيستعجلني. أنا متابي دهتين. تعزيز ألم مركزية في التعليم الفاني. خاصة فيما تعادل بتحديد التعصصات والخدمة التي تتعادل القصادية في كل محافظة. وتطوير مناهج جديدة في القطعة القصادية. وحتم نطلب في قطاعات جديدة. زي الطاقة الجديدة. وتدول المخالفات. كفاءة استخدام الطاقة وكانها من قطاعات الجديدة. الانتماك مناهج التعليم الريادي. كجزء تصيب من النقل الدراسية. وبدعة الوزارة. فإنها تأخذ خطوات تجاه ده. لكن نحتاجين. نحن نشوف. يقولنا يا جزء من الكورد. كورد وريقنا. 18 عصير. 18 عصير. تحسين التجهيزات في مدرسية. تحسين التعليم. بإكمال مشاورات. بتاع الضمان هيجاوب التعليم الهتمام الانتهاء من النفاع القومي للمؤهلات المهنية. دكتور ايوانسن عندك فيه بحدي كبير. تنسيق القول اللي بناء نظام على الواسطة العمد. بطول محمد رمضان. ويساة الليوة. وباقي كيندي. كلمه على الوزدية دي. وتعملها دمات الإشارة التوبيل ماني. وتحسين التجهيزات المدرسية دي. تحسين زكرا معها السابقة. اخرى محتاجين لحاسة الصورة زينيها بتاعلم الفان. ودي مش مسؤولية جهب سابقة. مسؤولية كل الجهات. اتحاسة تدريبية خاصة بقطاعات جديدة. تحسين زكرا معها الإدارة بحوار مجال صندوق تمول التدريب. احنا معتاجين نشوف صندوق على غرار الصندوق. الخاص بالمغنب. وندرس تجارب دولة اخرى. تنظيم وسائل. نقل عام وصوبية. تسليل انتقال عمالة. من وإلى. المدرس الصناعية خاصة في المدرسة. جزء من الاسكان ينوجه لمحدود الداحل في المحافظة. يوجه للباحثات عن عاملت او للمرأة عاملت عشان نشكعها ان يكون في مكان ما اقرب. ليه المصر واكتفل بعد القدر عشان دكتورو سابق. تشاهدوا. انت واحدة تاني. تشاهدين دكتورو كان. هاي. 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 اه. طبعا انا لما اخذت على عطبتي ان انا ربك كالسيدين في بعض. ما إذا لم تدلعز هي مريض البواحد تقوم بإيشار. يفاصل عن العلمات بانتزامات الممكنها للجميع مشوص ويحد. لانفظت التى دكتورو طائق شارويوت في منبلrogث kicindjo. انهاني زندosta قلىان everyman. فاعتقد انما تنب أعرف Graduate Law Allah من الدراسة وهماانكيتها وأذهب سلبها، ومتائكها وما عمدت من سياسات والتوصيات جزء مهم جدا أننا هعمل استقصارة باية أخرى بكات من فيكم إراد رأسك؟ قرار لسا نشبطني واسعيش؟ لا يوجد سؤالي غاب واسعي السؤالي يا سادري هو أنا ممكن أقول أنا سألت ووفيق الواحد اتراضا فأطلع من نتيجة لكن هذا سؤال كاشف هذا سؤال كاشف أعتقد أن التوزيع الدراسة على الجميع مهم جدا ثانيا أنا أريد من الجميع الحاضرين يكون الإيميلات بتاعتهم موضوعا في إطاره يمكننا التفاصل معه وأرضه من الحاضرين اللي عندهم أفكار يوثقها ويرسلها إليه السؤال التاج من اللي انتو شفتوه من النتائج مين شاف؟ مين كان عارف النتائج ديها قبل مدرسة؟ أطلع؟ إحساسه الداخلي ومعرفته يقول أيها الله كيف أنا عارف؟ لأن اللي حاصل إن الناس وين تتكلم على النتائج هي تتكلم على النتائج هي تتكلم على النتائج هيا لن نتعرف أولا ليعتقلوا على النتائج وهي تتكلم على النتائج وهي تتكلم على النتائج وهي تتكلم على النتائج ومحقا في نتائج ولا إزالي ولا حصل على السياسات ولا دعوة المساعد من الدنيا وعني أريد أن أسألك اللي هو الباكت جنتي لو سمعت الأرقام الدكتورة حناية قالتها والزوهلات الكتوة الإحصائية بتاعتها ايه في العدد القليل اللي باب من استقصاتي وفي مستة هذه النهور طبعا مواقع ان الدكتور حنان معايا من كده دونه ان العينة ليشت عينة لذلك يقدر نفسك في النتائجة لكن حسنا كنتم تقول بقليل أحسر من العدد فمؤكد وإن كان المشارات من هذه مثلا حسنا التقارير التنفسية العالمي اللي عندنا في مصر بيتراوح بين خمسين إلى مؤسسة يعني مرة سنة يملو بي ومرة يملو بخمسين فتفائل المهم بقى اختيار العينة يعني من أكبر وأكثر المؤسسات اللي هي بتحقق أهداف الدراسة فلو عملنا هذا التوازن بنقدر أبعدنا حاجة أكثر من العالم فمؤكد فمؤسسات اللي هي مؤسسات في مؤشرات من اللي قالت الدكتور حيني قالي ومن اللي قالت كده فمؤسسات اللي قالت فمؤسسات اللي قالت اللي بتخصص الجهاز هو الجهة الوحيدة مش يعني تهشك نقاش في مادة القانون اللي هو 25 لسنة ومؤسسات اللي قالت اللي أنشى الجهاز بهذا الاسم الناس كتير قوي تتكر انه يحصى من تلاشة انشاء الجهاز بهذا الاسم من 1887 اول كده الاحصائق ماصر كانت هو اسماء كثيرة وانتزمنا بالتسمائة السابق مادة في قانون انشاء وتقول ان الجهاز المسؤول عن النشر البيانات النشر البيانات وهو المسؤول عن ما ننشره البيانات اللي بنعمله احنا ماد مخرص اشترك مهين والخمسة وتمانين ترمية جاية من باقي نظام الاقصائي الواقع اللي بقود القانون مفروض لا انا اللي عبدوه الفورن اللي عنده المجتمع الاحصد دوري مش انا اللي عمه وهم يبنوا في الأجهزة الاقصائية اللي عنده اللي انا بدربها مفروض ان هم اللي يبنوا هذا الفورن وانا ننشر البيانات لانه كل جهاز مصطقة ان هي تحسن في البيانات البيانات اللي ما انا ببعدها وتجيدي واخضعها للمفاهيم الدولية اللي متعارف عليها انا مليش مصطحة انا مصطحة ان انا حرفية صناعية بيكون صارعة على قد معرفة صارعة لكن لما الجهاز بتنشر يقول له واحد عايز ان هو ايه يعني يقلل من الآثار السبية وهو يديد من الآثار الكتابية لنتيجة اعماله اما الحضراء بتسأل في القانون ضروري علشان اتوقع احنا القانون القائم يسمح للجهاز ويسمح لكل الجهاز انها تدت البيانات التي وايه المحاولة بتاعنا احنا احنا المفروض ان الاحصائي ده عنده قرون استشعارة وعنده رادارة نشوف احتيال المجتمع ايه؟ ولا سعى الا انه يعبر عن هذا الاحتيال جاميا بالاحصائيات اللي هو بيعمل اصوات امكانياته زرية استمارة تباحث وتدريب وسيرفيت ومناس تنتجي البياني اما عارف البيان ده في ايه عنده او سجل احصائي موجود في جهة المال هو ايه بعد؟ والجهة ده مش مخيرة انها تبعت ايه البيان احنا لا نقص تشريع لهذا المجال اي اي بيان لصالح المجتمع لصالح مفروض يسعى ان هو يوفره ويرعبر عنه كمية قانون اتاحت المعلومات لما قول اني خاطر لما قول اني خالص اشترح لذا فوق القانون المعلومات وهو مختلف تماما عن قانون المحصائي احنا المحصائيات متعارف عليها دوليا لكن المحصائية في الامور المتحدة عندها اطار المحصائيات الرسمية في جانب الاجتماعي ويجانب الاقتصادي واحنا نمارس هذا ونحاول ان احنا نغطي هذا المكان والاحتصاءات الرسمية واضحة جدا انه لها مبادئ عشرة متخددة برضو دوليا وانا متبطين جدا بالمجتمع الدولي وفعلا نجتمع سنويا ونحصل الاجتماعات على سجين من الاجتماع السبعة واربعين تمانية واربعين محمد كان لسا في ديوركم او مرة مروحش عشان انتعداد محمد كان منع وقت الجهاز من حوالي سبع افراد كانوا يحضروا لنا الحصائية دي بيكونوا اخدين واجب من السنة اللي فاتوا رايحين نحلوا مش رايحين نسمع محاضرات لا تا موضوع جد جدا وثمانية واربعين سنة بتحسن هداءنا ومقفعد المبايد وبنسعى الى ايجاد المؤشرات للحاجات الجديدة اللي بنعبر عنا احصاءات البيئة واحصاءات الحوكمة واحصاءات المنظرات الحاجات الجديدة دي ازاي نقدر ان احنا نعبر عنا كميا مغربها احصاءات الطاقة والصنعة والنمل والزراعة والكلام اللي هو متعارف علي من ثمانية النقطة اللي مش عادة اه ابعد عنها ان ان احنا متابدين بهذا المجتمع اه ارتباط ونقدر ان احنا وفعلا احصاءاتنا بهذا المجتمع وان احد اه البيئة القتيلة كنت اعلم في الدكتورة الهات تكون لسه وجودة لان احنا مشتركين في معياف احنا نصندوق انها ندول اسمه اسمه وهذا المعيار عندهم واحد اسهل من البصاع فعندهم واحد اسهل من شوية احنا من سنة الفين وخمسة واحنا في هذا المعيار وعشان نخشه ساعة ما دخلنا المعيار دا تكون ستين والدولة رقم ستين يعني دول العالم بتهد يعني دول العالم المعيار المعيار عشان تخشه يجيلك ويجيلك فاصل اللي تعمله ودوية اصدار البيان احنا في هذا المعيار والمعيار دا عشان تخشه مش تخشه خلاص عشان تحتفظ بنفسك فيه يعني خارع الايه ولو عملت اخرت مرة او عملت اي حاجة اعبدل فالرقات افنال دي تضع من خلنا الفين وخمسة لم ناخد في الناس دي واحد دي شهادة لبيانات داتنا ارجو ان اخرجها على تقارير استدوق والبنك مش هلاقف تقاريرهم الان ان كل رقم هو رقم الجهاز اللي خلاص بقيت فيه ثقة في البيانات الموجودة في اللي احنا بناعمله بالجهاز بالتباطل بقى في المنظوم بتاع المعيار دا في احنا فيه رقم انطلعه اربع مرات في السجن وهو دي العباج قلت بقى ان انا بكسر الرقم التاع مبارح هو رقم القوة العاملة والتشغيل اللي بنتعمل اربع مرات في السنة احنا بديك البحث ده على سبعة تلاف مصر كل ساعة كل شهر ونطلع بيانات روبع سنوية خمستاشر خمسة وربعين يوم بعد نهاية روبع فاحنا مبارح بنا عدد خمسة وربعين يوم اللي هما بعد نهاية روبع الاول في سنة ناكليل وستاشر وسبعتاشر اعلانا البطالة ده اتناشر امية من قوة العمل اللي بسعب وش يكون تقريبا الناس بتمتلك الرقم ده بالسكان من قوة العمل الرقم ده كان في الربع الانه وفي الربع انه ماسي السابقة كان اتناشر وسبع ده البطالة اللي جاية وعاملة الرقم على فكر نزل مش تقليل عدد البطالة لانها موجد عدد لا يزيد على خمسة وطرين الف لكن هو كان زيادة عدد التشغيل اللي زادوا حوالي تنمية واخرى آل عن السوق اللي روبع بمثل من السنة اللي فات خصاص ان المتعطلين ومشتغلين مهمة اللي في هذا الاعلان اللي احنا على النباح ان احنا بيكون ان في تسعة وسبعين في المية من المتعطلين من ثلاثة بيون خمسة زياد وخمسة ثلاثة بيون خمسمية وخمسة آل تسعة وسبعين في المية منهم من الشباب في الفئة من خمسة عشر إلى تسعة وعشرين البطالة دفلسكور 8 يوم نص في الجناس 24 وثمانيوم عشر يعني تقريباً ثلاث مغا في ايه البطالة في الحاضر تلات وعشر وتلات وسبع والعشر فرنيف عشرة وانتين عشر يعني البطالة دفعا اكبر من الحاضر حبيبتي ان انا انتعلم بسرط شكر ان انا هدفت بفكر احضراتك عن البحث المهمة اللي اعلنها تتاكو مباشرة شكر شكر سيد الهور وانا عارف مع انك ارتباط مع المان في المدى سبب الزرط يعني هنعلبها في كافة در موضوع شكر انا نشاكر من حضورك بالرغم من التزابات السابنة شكر 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 انا معاني عدد من الله بالطرمان انا معاني عدد من النايبات ورغم من المحصيلات والموزيلات موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر تعوق تقطن على مستويات الدولة سؤال صعب لك أنت نائب الوزير للتعليم الفاني هل ستتغير إدارة التعليم الفاني وسياساته متغير الوزير أم أن هناك استدامة في الدم البدء أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكراً على الدعوة الكريمة وشكراً على المنظيم وضائعة كرصة أنا مشاركة أصحاب قديمة بلوف الزملاء بالحقيقة أنا أحضر في الدجاعة في الدينة واحدة من الخطة ورجاع عليها بقرصة كروزي بتغير ولا ما تغيرها وإيه؟ ولا ما هتغير القرصة عصيب هل ألف تعليم الفاني؟ أنا أتكلم أنا أستدامة في التعليم الفاني أه أنا أتكلم لأني أعلم أن هناك خط نعم استراتيجية ببنية بقى لها عدد من الشهور وأربع لأنها جزء جزء من ربية نصر التلاتين اللي حضرنا وزارة الدخط واللي السيدة الرئيس تتشرها والأهداف الرئيسية جودة عالمية إتاحة بجودة ثم هذه التلات أهداف الرئيسية السؤال تلك كلمات الشغل بقى ما روش يقول لها ماذا بيقولوا كتن منهم أنا بنتمت خاني دلوقتي وأنا مشتورك طبع هركبتم متحفز عشان أتخاني معكم لكي انت تهددني شوية طبعا ترسو قابل التاني فين الليسينسي سيستم لإطار العليم الفنية والتدريب والتدريب الإثماني لأن الناشنال قوانفكيشن فريمورك اللي مطلعش طرم من أنا شفته في عيني سبع دبت سنين محتاج كان يقول أننا لدينا درجات قدارة مهنية نظم التعليم يتغلش فيها وقدامها تصريح مزاورات المهنة حسب درجة القدارة المهنية ونظم التدريب اللي طبعا لها لسه سؤالي بعد كده عبر نظم التدريب فين الترخيص من مزاورات المهنة أولاً الترخيص مزاورات المهنة ليساً بسؤاليكم أخبر أترى أن أقول لكم نحن نحن لكن الدور الأكبر عاية أننا جاهز في زولاتنا لهذا الترخيص ويمكن أول قالب بهذا الفنان هو أن نحن نتحول بهذه المنظومة كلها للتعليم بدون ذلك نحن لا يمكن أن نعمل الترخيص لأن التعليم التعليم ببساطة جداً هو يذهب للرجال الصناعة ويقطق معه على مواصفات المهنة لخصة جموزات المهنة أعداد حساسي فعساسي الجهنة سأريد أنه نعملته دروقاتي بذلك أدامك المهنة 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 التي بعدها تبقى هي تعليم وبالتالي بدون أن نتحوه هاذي المنظومة التحول إلى المهنة المهنة صعب جدا انها بتطفل اتنها. وصعب جدا انه واهل الولد بتطفل اتنها. عشان كده كان القرار استراتيجي بقى خلالكم تحري. اه في الوزارة ان احنا لابد ان نتحاول بالكاشر في هذه المنظومة. حتى وان كانوا منظر تعليم. ان تعرف عليه. هو اساسا ليس نظام تعليجي نظامي. وانما هو لقوسات مهارة. لقوسات مهارة. فجينا احنا اللي عملنا الاستراتيجي اللي خدناها. ان لابد ان نابق بين البينة خالفين. هذه المنظومة تعليم التاني. لابد ان تؤدي بالولد كلا. لابد ان تحاكم مسؤولات المهارة. اللي احنا هنتبعه بعدها خمس مستويات. لاحقا يعني. اذا. هذا الواحد اللي احنا مناحنا نحنا موهي لديه. فقط. لابد. ثلاثين وخمسين. الكوافة لديهم من مسؤولات المهارة. بالنسبة لوقتي. لكنه كان المهم قوي ان احنا نسس منظومتنا. وصلنا لهذا رحوم. ما يبعشل صفورة الكلام. ويقول ده يا كنت بس 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 اعرضي كده انه انا طبعا موهش التلفزيونة اللي احضرات عليها عشان بس ناس تقول لك ان انا احضر دائما مروحة. لا. انا اتنسي حد في قليل بس. احنا لبا هذا الموهش التلفزيونة العامة. عشان انا احسن بطعي فيه. اعمل ايه? انا تصوري قاله. لقريته. انه هذا السربيه هو سربيه انطباعي. وليس ابنة سربيه. انا معرش صحة هون لك انطباع. انا معرش. تصوري انا من اللي انا قرأته. قرأته. انه هذا المؤشر يبنى على سربيه انطباعي. زي مسلا سربيه جاه كده. في التليفون. انا احسن تصوري. يعني مسلا. لما تردت حد تمت سربيه معادة انه انت بتأمني على البلدر ولا اقل الله. طبعا لو انا من اقل الله. لازم اشوف موسندات. عشان شوف بنا انه ما بقامنش فعلا. مش ولاية انا مجرد. فده بس حاجة انا هدفسي. عشان السبيل. لانه اللي كنت هنعمل عليها في التعريف الفني. عشان نحسن مؤشر التنفسية بتاعنا اللي انا عارض. اللي انا مش عارض عليه. مش ده. انا هو في البرامطة بتاعبها في الدولي. انا هو تلك الناس في المناسبة. البنك الدولي عامل برامطة. بي اس بي. مستويات البرواتة وفرسة ديوري. حلال انظم. او المنطماط. وقبل معاضرتك. احنا كنا بنيكلم على المبادرة اللي احنا عملناها وهو وافق المجازة مرجازة اليوم واخصى ده. اي تقول فيها. ووزارة الاستثمار. ليه اصدار مؤشر التنافسية بالمحافظات. اللي هو ما يعتبتش فقط على السيرفي. ده جنه يبقى ونجد إليكم حتى تحضرنا المعايير التي نقيص عليها من المحافظات وبعدها ونظر على تقرير سنوي بيقول هذه هي تنفسية المحافظات مصر مبنية على محافظات مصر مبنية على مبنية وانوسعها ليكون أكثر جمولا للمعايير اللي حد لديك تكلم عن الهاتف جداً. انا ولي حمس لها خمس سنة خمس سنة يعني شرح ستة يعني اطوله. انه انه هزا من الخلاص اللي عمناك بالدورة متعيفة. احنا احنا اول في بداية نسوات دانية. يعني احنا يا دوبة يا دوبة اتخرجنا من نسوات خامن. لو ليتك يعني. يا دوبة. بالتالي احنا في بداية الثلاثة والتالي نضمع. ونضمع ان شاء الله. خلاص سنين انه يطلع مخلوق تاني. بس ده. باش كده. مشكلات. الموزباك داولي نفسه. اللي عمل مطيئس. حاطط الكاراتيليا مش عالية. يعني يقول لك لازم يكون عندك استراتيجيك فريمور. مكتوبة. عشان نحسن وضعنا في هذا المطيئس. لازم نشاء الله عشان نقدر نحسن هذا المقاشر. لان المقاشر هو كنتيجي. هو زي كده واخد مكتاس من ارباحة. اللي حسب يعني بداية المساولة لنا فيه ده بداية المساولة التالية. احنا عاوزين نبقى عشان نبقى بداية المساولة التالية. ده يقطب السيرباي كثير من الحصر فكرة نحصل لها الرعاة. احنا متعشمين يا رب انشاء الله. بهذه الكدر كده. انه في فقلسي من اثنين وارعاة عشر. في اثنين وزعطين انشاء الله. انه مجيب الناس ويقولون سيرباي. ولو انه مهاش كمان هو سيرباي بقى وفاقي بداية المكتب يعني. فكأنه هم لقوموا طريقة بيحولون لقوارد. مش بس فرد. بالتالي يعني 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 ده انا بس كان ده كانت أراضي من نفسي بس انه كلام بيحبطنا جدا. صراحة. بيحبطنا جدا بالمنظومة لانه الناس بتنقضنا لاشنقض الشديد لهذا المؤشر. وليس بس لها ربما بتاع الجامعة اللي انه خرجنا منه ودخلنا او نفسي لها لكي لا حدش. بيساعدنا. ازاي يعني ازاي لطوبر هذه المثالة. طبعا تنظرنا. لكنه كمان الجهاز نفسي. ايه. ايه. لازم يساعدنا في هذا الكلام. يريدنا هذا الكلام. ايه. بيقيسوا بيه هزا الكلام. بس يقولنا ان احنا مركزنا عبده بس يتعرف نفسي. احنا لهازا السبب عاملين هزا من طمر. ولهزا السبب عاملين لجنة لهزا الامر. احنا نريدنا بالمساعد. و مجورة ايجازية و مجورة سوق العمل. و سوق العمل. كاي سؤال من فلور بيقول. انتم عبقائي تتكلموا عن التعليم الفني و التعليم الماني. و انت فين اللي تطوير في وفي الحضارات كلها مازالت مازالة الرغم من تسابة إصماعية مرتبطة بالزراعة وبيقولك أنت في مصر قضيتك رئاسية زراعة وعندك امورتوريتي في السيد وفي السمك وإنت دولة يحيطها تقريباً نصاها ميالاً لا أكثر من نصاها من طفل محينة مصر هل في برامج للصياطين والمسالعين؟ هل سترحباً؟ سترحباً؟ سترحباً سترحباً بسم الله الرحمن الرحيم أشكر السلام عليكم وأشكر الفرصة المتاحة لنا أشكر كل الزمنة على القوة المبزوري في هذا الفاسل الأول بالنسبة للتعلم الفني برغم أن هناك تحديات وشكل كتير لأننا نحاول فضوك على التعلم الفيديو والتعلم الفرصة المتاحة لأننا نعرف أيضاً أشكر المتاحة نحسنها او نسهلها شوية او نبسطها انا بتوقع اني ستعمل انفراجة في التعليم الفني في كافة المستويات فاردو مرضو اني دي بقى جزء من هذا ويحنا يمكن في النامج تفتدو احنا اشغالين على هذا الموضوع على ان هذا الموضوع في غاية الحصولية ويمكن معطلنا شغل كتير ويخلينا من كاتفين زي ما بيقولها لكن لو انزل التشرحات دي اتحرارت بس شوية احنا حقيقيا هيبقى فيه تقدم رهيب في التعليم الفني اما بالنسبة للجرسية التخصصات فاحنا جاني فعلا انشاءت خصصات دينا تقدم الخريطة الكوبرافية حتى لمصر احنا بالمور دلوقتي الوجيستيات احنا نهارت عندنا شرق التفريع ومشارعات شرق التفريع بسرعة جدا بمدعم انا برضو مع الوايس ان احنا فتحنا اقسر الوجيستيات في منطق بورسعيد باسمعليل عشان ما ينفعش فيه مشاريع جديدة مثل هذه الحد واحنا كتعليم الفني لا لسه احنا صبقين فازا مغبوب بالنسبة برضو للصيد والمصائب احنا برضو في منطقة الانطرة بدأنا عملنا يمكن حوالي تلات منزارع سباكية كبار بالاضافة في نفس التخصص بتاع المصائب بالاضافة تاني برضو لمصرعتين في مدارس السويس ده احنا باركو شغالين فيهم دلوقتي بحيث ان شاء الله ممكن على العمل الجاي بيبنى فتتاحكم تدريبت الله الناس اللي دون المرأة او خطة راسية بيبقى فيه طبعا العمل بالاضافة باركو الى الملاحة والفنون بحرية احنا عندنا فعلا هذا التخصص منبود ويمكن عندنا فعلا دقات هائلة في هذا الموضوع ويمكن حتى من فترة الجانب الموريتاني كانت الجانب مهيرة عشان حتى يستعين في موضوع السيطة موضوع السيطة ايه مؤشرات احنا كمجتمع مدني اللي نبص عليها ونقول ان انكلابت بيعيسر ومعيسر اوه طبعا المفروض اوه 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 في مستويات التعليم الفني وفي مدى المدرسة الفنية تبقى مدرسة 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 لان ودي حقيقة احنا عندنا معدات كتب جدا عندنا طلبة كتب جدا عندنا تولي يوم الطالب والتعليم الفني عندنا معلمين احنا بس عندنا مشكلة ما بين الفطاعة الخاص والحكومة عدم ثقة البطاعة الخاص في الحكومة وان هو يجيشارك الحكومة في المشاريع انا بوليتيشن وبقولك ايه في البوليتيكس؟ مش محتاجة بطاعة لما عند البطاعة ده عدم الثقة مش هو المطلوب منه يغيره هل جهة مقدمة الخدمة؟ هيا للتواني هيا دكتور البوليتيكس؟ هيا دكتور البوليتيكس هنا فيه كزهية مهمة جدا احنا عمدنا بالنسبة للكناحة التعليمية وفيه خواهد وفيه خوانين ودوايح وفرارات بتنصف هذا الدروس لما بدأ دخل عليه الرجل في القطاع الخاص عشان يجيشارك معانا في هذا ده بتقابل عربيل غير عديل بتخلي القطاع الخاص اللي جاي يجي يمشي معانا وطماتك كده على طول أول ما بيقعد معانا ورغم ان بيقعد فيه يعني 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 لا ده هو عايز يشتبد معانا فعلا بيكون يهيئ بس انا ما بيجيبه اشوف الروتين وازاي حركة الفلس تخش وازاي حركة المعدة تخش وازاي حيطلع وازاي حيصف وازاي حنطلع وان لاي حقين فانون ودي حقيقة يمكن انا دلوقتي يمكن فيه ترات اربع حالات كده ممثلة نحاول ان احنا حتى نخلي المدرسة بتاعتنا ما تبقاش بس مدرسة انا عندنا مشكلة المدرسة الفنية بحق القهر بحق فيها مشاكل امري هاد البوليس يبقى تعليم الفني ان كل المدرسة الفنية تبقى ممتجة وطبيعة هل معنى ذلك انها منافسة للقطاع الخاص هيا هي برضو احنا مش عايزين نقول منافسة للقطاع الخاص معنى انا بس ان الاسئلة دي لان دي اسئلة حيوية في في البرينس برسوفين اتجيل انه هرده عشان نقول ان احنا لاسا نتخلص معانا في طاع الخاص بي بي برش معانا كده كده انسخ حل واسرخ حل لمنظومة التعليم الفان لان احنا ما عندناش التوميل اللي نقدر نعمل بي ممتج ولا نقدر نبيعه بره ومصرفه بره انتو رعب احتموزة التعليم الفاني كان المترجم للقناة 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 المليون طالب لما يترى عiedyم في تحديد يعني conjunto مليون طالب تعليم الدور تكلفتهم السنوية لكماها مهاية من سعة من الهضة خمسة بليور جنيه. خمسة بليور جنيه سلوين. ندفع على الشركات من الولاد. الشركات يتبعها بها الدولة تتبعها مين يتبعها ده لانه هم يتبع لانه هازه الخدمة لها تكلفة. عشان يبقى عندنا تعليم الدولة الحقيقي بخمسين بالمئة لابد ان فيه حد يدفع هازه تكلفة للطاقة. عايز قطاع خاص كبير. او يفض حوافز او صندوق او نظوم النظوم القامل العمل يا سامي اهاري نظوم التعليم المزدوج ده للتعليم التدريب في الصندوق. انا كنت اقول ان هي المشكلة خائية انه التدريب تعليم المزدوج لا سمعك تبعين شو هاده المزدوج ايه. التنمي خمس كون التعليم بتاع رجل المزدوج. انا جاهز اتطول عادة. انا جاهزين. لكن اقول لها بتكلفة. لابد ان يتبعها احد من. بالتالي. بالتالي بس الاخراصة اللي عنها يعني. هي التعليم والاول الحساب. انه لابد ان يعني. كوني شركات. انا قلت مع بعض الانتفق. انه هذه المنظومة لا تطلع بها هبدا. الواحدة هي قلت بتاعليم. انا عادي الناس قلت له انه في الوقت زي ما كان البلاءات السيفية يقول لك اه انا خشت عليه. اعرض. صحيح? زي ما حتى. انا قامل شوية بنتكلم. انه الشنكات الشنكات المجدرات. انا يعني اه 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 از كان معافش على سيفحات من الصناعين ولا لا لا. يقول لنا. اذا كان هناك ميزانيات يتضيق ولا لا. عندي يقول لي. اه اه هنتقل الدكتور احمد. انك انت بتمثل هنا القطاع خالص. مش كده? والصناع. والصناع. اه اه. تجربتي الشخصية طبعا اه في القطاع الخدمات. ان احنا لو كنا بتدرب الماردات وبتدرب المساعدين. اول ما بتدرب يتدرب اول حاجة بيطلبها. انه ارتفع مسترها ما عايز ما هي الهربر. اول منافسة هي بياخذ. فانا بصاحب عمل ما عنديش في ادار القانون ما يسمح لي ان اخد عائد التدريب لما تطمت بتدريبه ورفعت المستوى في المرحلة الجاية. ففي مرة تشريعات يجب ان تتواجد لحماية الطرفين. اولا للمتدرب. واللي بيدرب ويحط بيزانية. نبقى اتنين. في كثير من الاحيان بيزانية التدريب. لا دا كفز بها الدراقب كتكلفة. فقولك شالها بالتكلفة ويطلع عليك دا عائده كأنه رفع تدفع عليه دراقب تاني. فالمسألة ما هيش. نزيل مرة اخرى. الاصلاح متداخل. نعم. ولا يمكن الاصلاح في قطاع واحده بدون القطاعات الاخرى. واحنا بنتكلم الجلام دا. كلكم عارفين ان من غير استثمار جديد في مصر يولد مليون فرصة عمد سنوية مفيش حالة باللحلة بتقولها هتشتاج. تلعب. فضلا. عشان بس لسه. مرحباً سيداً مرحباً منهم زي ما دكتور غالد قال أنا نائم رئيس مجلس دارك واحدة من ثلاث معاهد أو أكاديميات بتدي تدريب نهاتي لها ناس وهذا أسسنا ناس من حوالي خمس سنين ناس بتاع كل شغلها في مجال تدريب المهات المشكلة الأساسية برأينا هو الصورة الزمنية للعامل أو الفني ويشتغل فيه في مجال بتاع البصانع و شركات لما نقص على التعديم الثانوي العام والجامعي هنلاقي من القطاع الخاص داخل مستثمارات في المجالين ذلك زي ما تقول خالد قال عندنا شغل ثلاث معاني في مورية مصر العربية والانقطاع الخاص يشتغل فيه ليه؟ لأن مال يقص على أولين أشرة كازا تنميز ومستعد يقضد فلوس في التعليم زانوي العام ومستعد يقضد فلوس في الجامعات ولكن مايسا مستعد إنه هو يقضد فلوس في تدريبنا وتعليم وتعليم منها مايه المطلوب؟ محتاجين نجد طريقة لتغيير الصورة الزينية تفتت في القولكم ومتشاء أمام الإعلانات لتغيير هذه الصورة الزينية هل هذا هو الحال؟ ومعرفش يعني قد يكون هناك حجور أخرى أنا مش تقدم المحل لأزمه ولكن هل تحتاجين نتناول أزمه؟ موضوع ثاني لماذا سأخبرنا هربما حاجات هذا سريع على كلمة؟ موضوع ثاني كفاة أسلوب العمل في هذا الفجاء ما عندناش البلد التي تتيح يعني أنا إمكان الدكتورة هلنا عرضت ما هو أسلوب توصيف العمل؟ أسلوب توصيف العمل حاجة ما هيش في أي شكل من الأشياء يعني الواحد يقول الثاني وأرد 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 مطعم هذا كلام لا يجب أن يكون وقد يكون الخطاع الخاصي يستسبب في إيجاد هذه ويبقيله عائد من هذا المهم فتشجيع الخطاع الخاص في الحالتين منهم النقطة النقطة التي نتحدث فيها الدكتورة هي المصاري المصاري ويستمع الكلام ويوشي قال الكلام في الصميم هو ما هي العادة؟ لو كنت تبسط على المال التعليم المصداوة المحطة في شركة مثل سيدنز أو الشركات التنمانية في الشركة المهيانة يدخل الناس كلهم يدخل مثلا 100 200 300 ويعود عنده 150 200 وتعتمد على ماهي قدرته على أنه يكتزد هؤلاء الناس يخليهم مموتين عنده يكملهم مع المشوار أنا معلش يعني بالرغم بطاعة خاصة بيعجبني ما يقال في أنه أنا هدرب من شخص وبعدين يمشي بعد كده ويسيبني ويبقى استصماته بصراحة أنا ملام هدربه بحث أنه كما يكون شخص موظف ممتاز أحافظ عليك لابد لدي طريقة لأحافظ على هذا الموضوع لكن لابد لدي إدار لساعد أن أدخل الناس لدي ويقوم لإقيمة هذا الشخص لما يخرج أنه يقول أنا في شنوكلي في الناس رحت تبصيت على المدارس وكان عندنا ربط أننا نكون واحدة من المدارس من طلب الشراء كما قال العوارق البيروقراطية التي نفعل هذا الشيء شيء يعني لا يصدده أمرنا أننا نجزع لكي أمهم بها بالمدارس التي نقول فيها ليس للمدارس يعني عملية صعبة جدا كما كانوا علي أن أتضاع قرص يعني أسهل لي أن أعمل المدرسة من الأول وأبدأ أخذ المشوار من المدارس هذا رؤية أخذ نقطة أخذ نقطة أخذ نقطة أخذ نقطة أخذ نقطة أخذ نقطة سيادة نائبة قالت كيف نحن 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 بخير ونحن نحن في عالم التنافسية ونحن التنافسية كلاوس شباب المختمر الأخراني أدب الكتاب الذي كتبه في السنة السنة التنافسية صورة صناحية كلاوس أخذ تنظ كل أخذ ونحن الوظاق التقليدي من 10 15 25 سنة نحن 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 نفكر بالتعامل مع هذا وهذا ليس بعيد نحن 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 من خمس سنين نحن عن عربيات التشريح ونحن ممنوع أي عربيات عربيات يشترك من النظام الاحتراق إذا كان حد آل اتلافنا من خمس سنوات، ستطلب القصد، فالنهاردة نحتاجين لتناول أخصى الغكور بجدية وهذا يستدعي طبعا المرونة في العليم الفني والتدريج المالي، مرونة تدعني أن الناس هتغير في إطار مهاراتها عجل تتوافق مع سوق العمل الجديد دكتورة يوهانسك، رئيس هذه الضمان الجودة والاعتماد، قال بي معاك طبعا وثقتي كبيرة فيكي، هذه الهيئة اللي أخذت من عملي خمس سنوات، مدتالي حتى يسطل القانون منحرف عن قصر يعني ش بس إحنا بنعط، لا لأ لما نضلع القانون يجي في الآخر، آخر عشر متر، ونقوم زدقين اللي عمره، نطلعين حاجة تانية، تطلع الهيئة بقى، تبع عياتها مختلفة، وموزناتها مختلفة، فلا تؤدي أهدافها اسم و Bexat تطلع الهيئة في التعليم الفني، هل من الإمكانات المتاحة لكي؟ هل تقدر تقوم به هل تعيزين متendyڤ من قطاع المدى الم PPAR؟ فيد القدار البطني للمعétالات؟ تسيبني مجموعة. لن تشعر سيئة. شخصاً يتبعي بي أنني أحبتني فأنت أتمنى أنني أتمنى أنني أتمنى أنني أحبتني شكراً لك أستمرار في التعليم في مصر أجلoit بالتعليم الخليج لما بسأكيد البصرات بحضل الأمر وبق 컬�امة آخر نحن نحن نفترض على كل مرة أخرى يعني كما كانتهم أيضًا يعني ليس فقط عن حياة لكن مثل أي مؤسسة تتعلم مع علم فهو كانت يمكن نحن نكون نتعلم مع علم فني كما نحن نتعلم عام نحن نتفرض حق في حجم نتفرض حق المعدن و حق المدن نحن نتفرض حقوق مرة أخرى و أحسن نتفرض حقوق ترجمة نانسي قنقر 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 ومعرفه من وصدب ومن تظاهر من إيه بالموسيقية ولو حد تطلع قضايا قاماً لأخر يودي ونصحنا هنا في امتحات السماويل الامة وطولت الاخرار مني الأمفضل حسب نهاية الدكتور والنهي قدني على الاضطار نحنت في وقت الهني بشكل تالي ونحن نحن نصيح في فجل بلد الامة لم يتعرض أي عملية للتعليم الفاني سيدنا لم يتعرض أي عملية للتعليم الفاني أعتقد أنك أعتقد أنك أعتقد أنك أعتقد أنك أعطدي ما تفعلني المفروض المسؤولية مشتركة من عدد من المزارة مفروض مين الشامبيون إيهاية قابلية دموقع التأمين حضرتك في الحقيقة هي الشامبية ترفاية سماعة التليفون تقريبي بدل سفوزة متضرات شيء دكتور أول فت أقولك إن جيس كده بس مجرد يعني فوينت كده لما وزر أقولك إن لم تقرد عليها أن تقرد عليها تقرد عليها ان تعلم أن تقرد عليها فهو ورقا سوف أردها وأردها في المؤتد لأنها تفتحها وأردها لأنها تتتبع على المستويات العملات المخصفية ففي الناس لا أعرف لأنها تتبع على المشاكل وليس كده وكذلك كانت تقرد عليها عندما قلت الوزارة العديد، الكلمة تقلت من أحد المسترشنونة وزارة ما معناه يعني؟ نطلق شو مليونس قد ترخيلنا أننا جبناك، نحن كان مرور بنا فقط، هي كلمة الوزارة المعديد، والقنونة تأكيدة، أنا مش مفروض أن أنا نصق مجيبك، أنا كمفروض نصق مجيبك، أنا كمفروض نصق مجيبك الوزارة، وذلك تبدأنا من أصحاب القانون، قال لي أننا معنا عشي كده وأنا نجيبك، حسنًا؟ يعني هاي رسمي كيس دكتور؟ أجل، أنا رلاط بيك، مش هكومت الشامة، أنا لازلها عنتي قبل، لازلت متعامل بك أمل؟ نعمل دي كمجتمع مدني، وانقطاع خاص، عشان نساند إصدار الوطن الوطني، وليه اللي قلولنا، نعمل إيه؟ وليحنا، مقطاع خاص، مع المجتمع المدني، هناخده؟ حسنًا، أنا هطلق طالب النهاردة، من كل المحطوطية لنا، والمعادة، علمه مكتبو، في الوابسيط سرجح، ويق bunقات الأ呼بر، لها أنه يحتاج إلى الانهار꾼، انهů، الأقلق، انه كل الشطرة، تشفر لكم معظمنا على الحاجات، أحد يريد أن تدخل وعملونه أنه رده عندي 46 فورتي سيكس رده على المسؤولية السوريكتا التي يريد أن تشهر على المساعدة فأرجوك إذا كان هناك شيئا تدخل لها فإنه يريد أن تدخلوا أنا أخش عليه، أعرضه في صفحيتي هناك 2 مليون واحد منهم على أقل 500 ألف يمكن أن يوضع عليك صفحيتي أخوضي الوحش صفحيتي إلى اللحظة cirk أرجع إنه يجب أن أصل لها س vuelعش أرجع لذلك يجب أن نводل يجب أن نجد أننا إنه تقليل وإجابة الأشخاص إنه يجب أن تتمكن منهم المنائك تكفت منه الـ كل حاجة لأن كل ذلك هل مزارة التعليم الفني أو مسؤولية التعليم الفني شاريت معاك في وضع المعايير والمعشرات؟ هل تم عمل بينكم وبعض؟ بس يعني قبل كده قبل كده قبل كده لبقى له 7 سنين لا يا فلو مسترجم قبل كده سبع سير مسترجم قبل كده قال يعني ممكن حضرتك تخدي مبادرة دعوة الجهة المعانية بالدولة ودعوة مقطع خاص وضع زي ما حضرتك دعيتيني كده في وضع معايير كمعات نعمل وشق عمل وضع معايير التعليم الفني ما بين شركاء المسألة دي وداخد خطوة أولية في هزا التعليم شهر احنا مستعدين كتنافسية بس اجاب او الامن يطلع وحنا هدافة في كل والأرفية ان احنا مستعدين كتنافسية ان احنا نشتغل مستعدين كتنافسية ان احنا نشتغل تلوشيكس حسنا احنا نذهب احنا نذهب ما يزرق على بيتورا بيتورا رشا مطدل طبعا لكنه في نقطة اللي بتهلس تشتورة هالسلطة طبعا من سنة انه عشان كل الدولة دي تشكرة هتدفع بيعرفة عنيه الجنيح لتحرك كتير وضبطي وقلت انه كان فيه تعاومة تعالوا كانت فينه حصدر كانت اشتغل اصلا هتدفع والتاني بان احنا احنا نتكلم من سنة احنا اللي بدأنا لانه احنا متؤكدين وابد الى الاوراق والليش بنقب من الماتج الدولة انه هاد موضبط تماما بالنبيات والتاني بدأنا احنا وكانت ادفع حريك موارد من يعانون وكزا مرة انه حدي جينا مجاهش استعداد على انها اول كنتم تطويرها في الاتفاصيل جدا لان الموجودة بين البيئاف هي بالاساسية هي اللي عن جدا هي اللي بديك على موضوع الدولات المناهج وابكين عشان فيها دراسة انا كتير جدا لان بحكونا احسا معرفة كلا لانه عشان النصر وشورينا هبعض اللي باباش بعيده عنده لما يطع انه كاف لابقى احنا رايبين منه جدا الوضع الحالي الوضع الحالي ان احنا كنا بنصر اخطونا موضوع دكتور راشد كانت تورش عمد وعده تمت دعو التكنية للوزارات المعليجة يمكن احرامنا رضا عيني كانوا على استاذة ثانية تولي الوقت يعني انت كانت الوزارة العمل مدعين ووزارة التعليم الفاني في دارة الوقت كانت فيه تعليم الفاني الوزارة التربية والتعليم وكان كله كان مدرم عزا متوضعت الاطلايز يعني احنا بيقى ستارك لابقى خارج جداريك لابقى عشان نصر دكتور احنا بيقى خارج جداريك لابقى خارج جداريك لابقى اللي هو اللافل العام اللي هو بعد كده هتفع منه في السكتورة احنا لسه مش تعالش في السكتورة هفضع من الدكتور احمد يمكنش يمكن احتمى بداعي نشحك ممكن اراضي على الدكتور حسامي اللي هو احنا احنا باعتشحك احنا هي اصغار اوي معنا نشح الناس كتير اوي فاحكينا ما بيقاش علينا فعلا كفاءات الدكتور استخدمينا اوكي طائم معي انتظر ان انتظر انتظر معاك استخدميكم لا ت esqueد ان انت في انتظر 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 احنا فعلا بكتور احمد باستخدام احنا بكم كل الدراصة بتتحدث عن الكاملة هنا كاملة كاملة سؤال ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نحاول نشغل الناس دي احنا احنا فكره كلمة خلق فرص عمل لان احنا كل وقت فينا عندها مصنع او كل حد عندها مصنع عندنا فرص عمل غير فوتفيل لهدي الوقت نحن ندور على عمالة كل انواع المعارات عمالة اساسية عمالة عمالة مصانع عمالة بنات او ولات نشفقين عنها احنا فلا معدناش عن كلمة فاخدتنا نتكلم على سيستم بعيد خلص في ديه في جامدة مع القطاع الخاص والقطاع الخاص ده مش عارف يوصل فينا عشان نعرف نتوسع ونعمل شغل اكتر لان مش فاقين عمالة يعني عندنا مصر كانت مدد من الجزائي محتاجة العام المصري وانه هو كوف وانه هو سارو احد الاحسان قفات التنفرد نتوسع الممتقد مبيناش فاقين العمالة وفيه نتوسع من هنا ويتحرر بالتوبيشة عشان نتوسعها بنتحتاج عمالة ففيه ونحن في فجوة بالنسبة بعد شوية كل او كل واحد بيشتغل فبجاله لما القطاع الخاص لازال بعيد خالص عن الدليل هل انترسى قومت هالتقاصيره اللي اتعملت اللي هي بتقوله عامل بكل واحد اتانى واخر اتانى انه بالخقيق حين مش راقين الحامل اللي بيوصل لساعاتنا بشغلنا عشان نوصل الانتاجات احنا عايزان ففيه جاة كبيرة جدا والقوات احنا مفروضة في الانتوسكيشن اللي بدها انها مش راقينة يعني مفيش مفيش عمالة راصة على كل المستوى ممكن كلمة زيارة بس كلمة زيارة كلمة زيارة كلمة زيارة كيف يمكن استدامة هذا المشروع ليحقق هدف طيب لو كنا الاستدامة اعتقد ان احنا بنتكلم اساسا على موجود مؤسسات فعالة وبناء كولات يزيب مؤسسات واحنا لو مستدامة مشروع بايز عندنا انتالى كوبولنس كوبولن من دولين مشترات مع موزاة البايوة تتعليم 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 وتتعليم تتعليم وتتعليم تتعليم وهناك كل اكتب تتعليم تتعليم وهناك تتعليم تتعليم وهناك تتعليم تتعليم ان احنا نبني مؤسسات ونبني قدرات يعني سواء على مستوى البعدائي او مستوى المزارة او مستوى المزارة احنا نرشانة او نساعد في انشاء بعيدات بانتقال 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 ونبني قدرات في كل المستويات التعليم ونبني قدرات اتتعليم ونبني قدرات فهناك تتعليم بانتقال بانتقال لنستمعيات يمنحك في القرآن. حسنًا، ليس مجال هذه المنوضوع اللي حافظة النهاردة، هو جفاة السور العمل؟ نعملنا آليتين، هم تنفذهم لكي نكون حافظة الإستدام. الأولية الأولية، مجالس، هم نسميها مجالس الإقتصادية في المحفظات، وهذه مجالس نحاول ننشأها في المحفظات لكي نتعمل بحوار مجتمع بين كل المجتمع، السواج المورة، هم المقطاع الخاص بالنزارات والمجتمع المدني. أعتقد التوقيت مناسبًا أن المسبعين، تقريباً رئيس الوزراء، إتدى توقيهات للمحافظين، لأنهم يتشغلوا في جميع المحافظات مجالس تنمية الإقتصادية. فأعتقد أننا إن شاء الله، سنساعر على مشاهدة المجالس، سنبني قدرات هذه المجالس، وهنشتغل معاً على حل المشاكل المتعلقة بالتفاقص والتعامل على المستوى المحافظة. المشاكل التي تقدر، نحن لها من خلال المحافظة، المشاكل التي تقدر على المستوى الأقامي، سنتقدر الألاف أخرى. في الأخرى، مع مدرسة الروسية، سننشئ واحدة لداخل المدرسة الروسية، واحدة للبحث والأبحاث والتحقيقات، وهذه المشاكل التي تقدر، تقدرها في السنية التي تقدر بطول الأبحاث والدراسات العلمية، المتعلقة بالتفاقص والمعامل. المحافظة هي تعمل إيه؟ كل دراسات والمتاج التي تقدرها، ستستخدم من حاجة اسمها أو المطموعة الاستشارية. المطموعة الاستشارية هي، مواصدين من جميع الوصولات المعنية، من قطاع الخاص، من نقاط نقاط نقاط، فأعتقد أن البازيكو دائما فيه مواصدين من جميع حزينات، يكتبع بصفة دورية، ينقشون المشاكل هذه، ويبنوصون لها حلول، هذه الحلول على تحديد ودراسات، تقوم بصفة أبداسة، مع أعتقد أن هذا الفوريوم، سيخبرنا كثيراً، نحن نتحدث في هذا الوقت، أن لا تتحدث كل الستخدمات، لن نتحدث مع بعض، لن نقاط نقاط، مثل، مثل، مكانيزة يبقى فيه، الأدباس التي تقدر، سيخبرني كل الستخدمات، ويكتبع مع بعض، ويتحدث في هذه المشاكل، يبقى فيها ورق المجتمعين، ويبقى فيه لتحائق بصفة، تلك القترحات باستعالها، وبعد ذلك، تقدم هذه القترحات بها، تقدم لي صانع القرار، وتقدم للمرسلين الفترلمانين، عشان نفس الأفضل، حشارعاً. لأن الكورة بتاع الكلمة ده مفروض بموصلت بتطوى العملة للتقنم بيه شئ ده ودائش فأنا لاني طبع موجودك على عيني وعن رواسيي الشرط الطوى العملة بس إن الشرط هو العملة واشتورت على موجودك طبعا كن طبعا في موزارة سيادية فقدرين عايز الإمهن بتاعي أنا تقلت الدكتور خالي فأنا عدت واثرين لأن الكورة عملة في الشهي في المشروع فهو ضحي أن المطبوع من بتاعكم وأسعار متاؤني هو الأحدد من الجهات المعنية للدراس وده للأسف يعني أنا وضبط كوالا عملة هي المعنية من الشرطاء السياسي المصبوط إنها كلمة هي أرجاع كبير في المشروع ده من البداية فأنا مشاركين وما عدناش معنا بإمكان كل اسمنا مظلوم أو بوادي لأنه من اللي أنا بتساءل بعضين إن أنا بحضر كتير وبحضر الكوكبتي أنا لم يتبقى معنا وزر التعليم الفانجي كل المشروعات أنا ولا أخرج إنه إن شغل بإدينه الظروف صعبة مادية ولا شريط ملكي استدريبي ما هي خاصة الوزارة يبترسل أبصى مظلوم في طرف أعتمادات مالية ضعيفة جدا زيها زيها ملكي استدريبي ما هي بسا أنا المعنية بالأبصر من خلال القاملين أعمل أنا المعنية أترك من واحد أولارة بتدريب المالي وبالتشبير أبينة غالب لو سمحت هؤلاء أبينة معي أبينة معي أعطور الزامية لازلت في مطارب في رئيسي معنا في كل مولئة أعطين أبينة شكرا المهم أنني أريد أن أسأل حاجة كلنا منابين تصريعين في قرارات وجامنا في زين أين أخطر التالت يُمشتدى بأكل أهل المأمل هو صاحب العمل المشارك معنى قلباً وطالباً. مخراطات التأكيد معنى مش متواصلة معنى أصحاب العمل. فيه ظروف صعبة تعمل في البلد وفيه ضعف استثمارات وضغط فرف عمل لكن فيه نعلمهم معنى نحن نشتبه من اليوم ومن اليوم. فيه مشاعرات ومئة كتير بتونجة ما فيش عامل تعمل. بس من اللي طالب العين؟ ده صحب العمل. شوفين علاقكم من قطعة من ساعة التدريب ومن تعلم الفاتح. شكراً. شكراً. لأنا بعتذر لحضراتكم على حاجة. هذه الجلسة هي جلسة بالفضلات مش هكي غير تقليدي. لأ آآآ وكل حاملها طب عيدة عشان كده أنا ما خدتش من الفلور اسئلة في الجلسة دي اللي خدت من الفلور الجلسة اللي فاتح. فلما نعلم إن احنا في البحضة أحيان نبقى إنوفيكتب شوية في قطعة الكالسة لهدف أن يبقى المحلومات بتوصل للناس لذلك أنا ما خدتش من الفلور اسئلة في الجلسة دي اللي مخصصة اللي قد أكون بهذا الشكل. وأنا والدكتور خالد بمفروض أن أجدنا نتكلم على الختام الكالسة دي وأنا بستأذنكم برضو في الطرق التقليدي أنا أكثر جمعية أهلية خريبة إلى طربي جمعية اسمها الحليمونة بلد أنشأتها سنة خفصة تسعين كنتقول لها شبابة وإحنا في هذه الجمعية وهضبق المفهوم في هذه الكلسة أولاً شلنا من الفكابلة اللي بتاعنا كلمة مشكلة يعني المدين بتاعش في الموضوع اللي عايز يكون مشكلة له عبر عن نفس المطبورة من غير كلمة فبتتقلك قوزة تف بدل ما هنقف وفي نهاية الكلسة بدل ما هنقول إحنا بقى توصيات والمتاعات بالشكل التقليدي المعدات هطلق من كل واحد من الجالسين هنا أنا وحضراتكم المشاركي للمروم الكلمة هيقول لي في ثلاث جمل أهلات جمل مفيش حكاية ومفيش رأي جديد ومفيش رد على بعض هيقول لي في ثلاث جمل ايه اللي عجبوا في هذا المكتمر ايه اللي معجبوش في هذا المكتمر يقترح ايه لللقاءات التالية ثلاث جمل ثلاث جمل اللي عجبني في المكتمر انت معامكم واحدا من المنظمين فراحنا عظونا اللي عجبني في المكتمر انت تعرض فيه جهد دا منزوعة كبيرة من المشاركين في التعرض في المكتمر آه UI أقتراح ما في المرأة الجاية اقتراح ما في المرأة الجادة Или اتماند الواحة أكثر من بندها واللي عجاب بفتر الأطوال من المهتمين شكرا دينا عجبني عجبني ؟ رمضنا جميعهم عارفين أنا قلبنا فاقتنا دراسة مشنع عارفينها من ع覆ظ قلب كنا عارفينها بس رمضنا عل美國 الناس 50% 건 من فضيك المنظورة التعليم الفاني فالكام ومشواهات خاصة زي أفضل حكاً جديد حسنًا زي حكاً ممكن إحنا كلامنا ما تشراحيش ولا راح ما عاجبكيش بيه مرة باركة ينسي زيفة صعبوا بي حاجة ما عاجبتنيش يعني مايش؟ تبطرح إيه المرة داية؟ أبطرح وممم إحنا ممكن نوسع شوية بايلة الستيك خلدر أو شكراً بطورة عاجبني ما عاجبنيش عاجبني تنور المشاركين وإحنا زي ما فيه بحثين فيه الناس بتشتغل في المباطعة فيه العمل فيه الصناعة وجاء الأعمال وجاء التعليم تنور المشاركين ما عاجبنيش؟ ما عاجبنيش أن ما فيش أي حد من اللي تتكلم قال قال لنا الخطر ونبدأ اللي يعملها دلوقتي إيه الأولوية بتاعتنا؟ اختراحي اختراحي أن لو يتعمل حاجة بعد كده تبقى مهيدة مشتديرة هدفة أن احنا نطلع بخطواتنا شكرا تريد حدث عجبنيش اللي تلوات اللي تلوات سمحك بالمناعشة أعزي وات أبت اختراح ميبي وات أطول اللي مستطرد اللي مستطرد اللي مستطرد اللي مستطرد اللي مستطرد اللي مستطرد خطواتنا اللي مستطرد تتجاوب علي بازا السؤال دا جاوة 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 تقول اكزاك تبس عمري على طول وفي نفس الوقت يبقى فيه فعلاً خطوات ايجابية مش مقربة في سنة 2020 وكلام مبسسي عجبني طبعاً في المؤتمر من التنوع عن البرزلات وكل الحقيقات مبسلة يعني ما عدميش ان الوقت بديت قلعي لكن بارده قد عايز بارده اقول ان الدراسة كانت تبقى في الدينة قبل المنينة عشان تبقى حتى عالقال يبقى عالقال عايزة تبقى الدراسة تبقى في الدينة عشان يبقى جايين حتى جايين او عشر اكراً طبعاً طبعاً اعجبني خطوات المركزة جداً لدكتور خالد وقالت ان انا بتعهد كل ما جوجب على الوزارة عملوا حتى اعملوا قصيباً لا هذا تعفض حاجة ما عاجبتنيش حاجة ما عاجبتنيش انه هذا العمل ليس اول عمل في هذا من النور جايز يلعب الشر يبقى مهيب جداً كان لازم يكونوا موجودين ولازم ننصة وده نطرح الاختارقة انه اكبر بكتير من هذا الحادث طبعاً المثومة مع علامات سخرة عامة اكبر بكتير من هذا الكلام والتاني لابد ان كل عاجب الجهود تتمك وعدين التقصد منها كلها عشان نبني مضبوط نقدر تقصد انه انه انا يعني ازعم يعني كده انا شو هدد خبرة من يبقى تقصد انه ده لكنها بداية كميزة جداً لكنه لابد ان اقصد قائد قول لدكتور شكراً تولي سنة انا امتي خاصية معيناً وانا شوش سيدة اقرب في عيدي سأكون اعجب انا دايماً باستفيد دايماً دايماً باستفيد باعتمتي نظرة جيدة جداً لأي اعجبني انا بيعجبني اي لقاء اللي بكون قاعد فيه مع كل جهاز ده ما بجيبش مجدد بأي شك اللي ما عجبنيش انه انا ببنى ما باختب لدار بننطرق وبنقفل الصفحة وبنبدأ ننتظر موضوع من تاني ونعرض فيه مشاكلة انا تنفيذية اكتر من انا اعيزة اشترك اعيزة اشترك ونبدأ نقول ان احنا دي مخرقات تحت مخرقات الجلسة ونبدأ ان انا بتز يا كمان يلا الاختراف موضوعين ده موضوع سيد النام اعجبني ما عجبنيش اعجبني فهيكم للرغة وان النقد بنبني على بعض مش عشان نكسر ما عجبنيش ان احنا متناولاش اهم حاجة طبيعي العمل اللي هي ثقافة اللي هي للعمل الام بيائي ولقيم بأخطط العمل الام بيائي دول اكبر قطيتين بيسايفروا على العمل الام بيائي ثم بعد ان تشترك ان انا نتغطر في ايه واعطط ان هنا مهم ان تبقى سلسلة لقاءات متتالية ما نتقبلش ان سنة لسنة في الموضوع يعني اعطط المطالب مهم جدا يعني اعطط المكتاج قبل كل شهرين نتغطر الام بيائي شكرا شكرا اتركوا 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 شكرا شكرا عزف ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة